السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي ويوم جديد النهاردة مع مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويا رب ان شاء الله السنة تكون عدد على خير وامتحانات سعيدة عليكم بالتوفيق بإذن الله. النهاردة هنعمل مراجعة للمحور الرابع. عندك في حسة مراجعة للمحور التالت. وده المحور الرابع. وعندك كده جزئين للمراجعة. وفي موجود عندك في التشات كل الأسئلة وبنك الأسئلة اللي موجود من أول الدرس الأول في المحور التالت لغاية آخر درس في المحور الرابع. يا رب دايما بالتوفيق والنجاح. وتعالوا النهاردة ناخد مراجعتنا في المحور الرابع. وعنده ده المحور الرابع متكون من ست دروس. هناخد أول درس بتاعنا عن المستكشف الناشط. وفي المستكشفة بتاعتنا في المحور داي. الأنسة سونيكا من اندهار. وده رائدة أعمال في مجال التكنولوجيا المالية. الست دي بتعمل في التكنولوجيا المالية. وكمان مستكشفة في ناشنال جيوغرافيك من جمهورية النيبال. اهتمت في دراسيتها بمجال الهندسة وعلم الروبوتات والزكاء الاصطناعية. تمت بثلاث حاجات الهندسة وعلم الروبوت والزكاء الاصطناعي. في وكال اسمها وكالة ناسا في كاليفورنيا. هي حبت انها توظف المعرفة بتاعتها. علشان هي كان عندها مشكلة هي نفسها تحسن البيئة المحلية. فابتدت توظف المعرفة بتاعتها. التكنولوجية والعادية عشان تعمل تحسين ليه البيئة المحلية. عشان تعمل ايه بقى تحسنها ازاي؟ مسكت جزء من تحسين البيئة وهو تقليل معدل انبعاثات الكربون. هي لحظة ان الحافلات الكهربائية الصغيرة اللي هي بتشتغل بالكهرباء. دهوت بيحد من الانبعاثات اللي هي الحاجات اللي بتطلع اللي بتأذي البيئة. وان معظم الحافلات في العاصمة اللي هي اللي كانت شغالة فيها هم من النساء. وشركة كمان في عام 1919 في تأسيس شركة التكنولوجيا المالية اسمها ألوي. ودي شركة بتساعد الناس على استخدام الخدمات المالية. وبعدين ابتدت تساعد الناس اللي هم السيدات دول اللي هم اللي بيشتغلوا على الحافلات انهم ياخدوا كروض منخفضة الفوائد عشان يشتلوا الحافلات الكهربائية دي لان هي طبعا شرة الحافلات دي هتبتدي تقل من الانبعاثات الكربونية في البيئة فهتبتدي تخلي البيئة أقصر صحية. فبتدت هي تساعدهم عشان يشتروها طبعا لو مش معهم فلوس يعملوا ايه ابتدت ايه تبتدت تساعدهم ان شي فيه شركة تدلهم الكروض دي والكروض دي تبقى منخفضة الفوائد. طيب والحافلات اللي عندهم حالين كمان ابتدوا يبتكروا لها حاجة انهم يزودوها او يغيروا البطارية اللي فيها البطارية اسمها بطارية ليسوم طويلة الامد يعني عشان خاطر ما ما يبقاش فيه مبعاثات من الحافلات وهم سايقين. السائقات بياخدوا الكروض بتاعتهم ويسددوها عشان خاطر ما يبقاش فيه عملية ارهاق يروحوا بقى كل شوية للبانكة او للشركة يبتدوا يسددوا او ياخدوا الفلوس بياخدوا كل ده من خلال منصة الشركة وده طبعا عملية سهلة جدا. مجرد ما الممول يوافق او يتوافق له على الكارد بيبتدي صاحب العمل يحصل على رمز رقمي بيجيله وبعد كده يبتدي آآ يشتغل فيه ان هو الشراء او الكارد بتاع المركبات بتاعته. بعد كده بيبتدي يسددها من الارباح اللي بيحققها من العمل بتاعه. كل المعاملات بتتم من خلال رسائل نصية فالرسائل نصية طبعا احنا عارفين مش محتاجة انك انت هيكون معاك انترنت على الموبايل. فانت بيتبقيت لك رسالة ان تم قبول الكارد تم سداد تم كزا من خلال الرسائل نصية. المنصة كمان بتقدم تقرير للممولين عشان تعرفهم ازاي يستخدموا الحاجات بتاعتهم او الكروت بتاعتهم. وكمان يقدروا الركاب يجدولوا رحلاتهم يعني واحد تطلع رحلة يبتدي يدخل على الموقع ويبتدي يختار موعد للرحلة زي ما احنا ما بنعمل دلوقتي اه ان احنا بندخل بنبتدي نحجز الكطار او بنحجز باس معين نسافر من مكان لمكان من خلال الانترنت. ومصر بصراحة ابتدت في الاستراتيجية عشان تتبنى الاقتصاد الاخضر عشان نبعد عن العوادم ونبعد عن الانبعاثات. ابتدوا آآ آآ في استراتيجية. ابتدت يبقى في عندنا اول سيارة كهربائية محلية الصنع في مصر هنا كان سنة الفين تلاتة وعشرين. والسيارة دي اكدت عليها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا انها مصممة لخمس اشخاص وانها تمشي بسرعة ستين كيلو متر في الساعة. وكمان بتعمل بتعمل ببطارية اسمها ليسوم ايون. والبطارية دي بتبقى طويلة الامد على اساس انها بتبقى بتاخد عمرها بيبقى اطول وفي نفس الوقت الانبعاثات فيها تكاد تكون معدومة. وكمان السيارة دي لما تبتدي تنزل السوق المصرية هيبقى سعرها مناسب جدا للسوق. وتعالوا نشوف اول بنك اسئلة على المستكشف النشط وهو الدرس الاول. ولازم طبعا لما تدخل طبعا ما تدخل على الرابط اللي انا حطته لك. ابتدي تحط اه الايميل بتاعك وتبتدي تقرأ. هل هي رائدة اعمال في مجال التكنولوجيا? انا كده قلت له صح. اهتمت سونيكا في دراستها بمجال الزراعة. لأ طبعا غلط. انيسة مندهار وظفت معرفتها لتحسين البيئة المحلية من خلال تقليل معدلات امبعاثات الكربون. تمام? الانيسة مندهار تعمل دكتورة. لا طبعا غلط. استخدام الحافلات الكهربية الصغيرة لا يحد من الامبعاثات. طبعا غلط هو بيحد من الامبعاثات. تمام? هنا لا. لا نخلي بالنا دايما من قراءة الاسئلة. شراكة الانيسة مندهار في تأسيس شركة التكنولوجيا المالية. تمام? شركة التكنولوجيا المالية شركة تساعد الناس على استخدام الخدمات المالية. طبعا لانهم بيبتدوا ياخدوا الكروض والفواد من خلالها. تساعد شركة التكنولوجيا المالية سائقات الحافلات على حصول على كروض منخفضة الفوائد لشراء حافلات كهربية صغيرة. تمام? كل الحاجات دي احنا قلناها. وعايز ترجع للدروس بالتفصيل ارجع لها عندك على قناة البس على قناة وزارة التربية والتعليم. يتم تحديس الحافلات بقاصرة الاجل? لا طبعا هي طويلة الاجل. يتم تحديس ايوة بالطويلة الاجل صح. تتلقى السائقات كروضهم وتسددها من خلال منصة الشركة. تمام? في شركة التكنولوجيا المالية من خلال المنصة يمكن لركاب جدولة رحلاتهم. ده فعلا. اطلقت مصر في اطار استراتيجية ترتباني الاقتصاد الاخضر اول سارقة اربعين حالية السن. تمام? لا تقدم المنصة تقرير للمسؤولين. اه طبعا هي بتقدم تقرير. يبقى ده خطأ. بتقول له انت صرفت كام من الكارد ودفعت كام? خلي بالنا دايما من السؤال وسغطه. من المتوقع ان يكون سعر السيارة آآ مناسب لسعر السوق. تمام? تتم جميع المعاملات المالية في شركة التكنولوجيا المالية من خلال الرسائل النصية. مما ادى للاحتياج للاستخدام. لا طبعا هو عدم الاحتياج للاستخدام الانترنت. في شركة التكنولوجيا المالية من خلال المنصة يمكن للركاب الدفع باستخدام الرموز الرقمية او محافظ الهاتف المحمول. تمام? هما فعلا ممكن يدفع من الناحيتين. هنا بيقول لي سونيكا مندهار آآ رائدة اعمال في مجال التكنولوجيا المالية ولا مستكشفة في ناشنال جوغرافيك ولا كلا من اليف وبيه وطبعا الاتنين. وهي اهتمت بمجالها به الهندسة وعرم والروتات والزكاء الاصطناعي يبقى كلهم. آآ هنا بيقولي الانسة مندهار وظفت معرفتها للتحسين البيئة من خلال ايه بقى? تقليل ايه? معدل امبعاثات الكربون. تمام? يتم تحديث الحافلات بتاسويتها ببطارات ليسوم آيون ايه طويلة الامد. برافو عليكم البطاريات طويلة الامد. شاركة مندهار في تأسيس شركة ايه بقى? تكنولوجيا الايه? تكنولوجيا برافو عليكم المالية. نقطة وتطبيق لتخزين الاموال فيسبوك وانستجرام وعلى محفظة الموبايل طبعا هي محفظة الموبايل. آآ يتم ارسال جميع المعملات المالية عبر ايه بقى? رسائل القصيرة برافو عليكم. انا ما برسلها عن طريق الرسائل القصير. تساعد شركة التكنولوجيا المالية سائقات الحافلات الصغيرة على حصول على ايه بقى? كروض برافو كمان منخفضت الفوائي. يحصل صاحب العمل على ايجابة عندما يؤكد السؤال الكارد بايه? برافو رمزي رقمي. تمام. الوي هي شركة تساعد الاشخاص على استخدام خدمات ايه بقى? اكيد مالية. احنا درسناها النهاردة انها بتدي خدمات مالية. من المتوقع ان يكون سعر السيارة الكهربائية مناسب ولا غير مناسب مناسب طبعا للسوق المصرية بازن الله. تقدم المنصة للمسؤولين لمعرفة كيفية انفاق الكروض. قدم لهم ايه بقى? قدم لهم فاقرير. تمام. بعد كده بعد ما بخلص ببتدي اضغط على ارسال. اول ما بضغط على ارسال يا شباب هو بقى دي بيقولي عرض النتيجة. لما بعرض النتيجة بقى طبعا هنا بيقولي ايه الحاجات طبعا هنا مجديني النقاط الفعلية كلها من بعض. فكده بيقولي طبعا ان كله صح. طبعا لو في عندك حاجة خطأ هيبتدي يظهر لك ان الحاجة دي خطأ. تبتدي انت يبقى عندك تغذية رجعة تعرف انت غلطت في ايه? وتبتدي اه 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 تعرف على هذا الاساس. وتعالى بقى ناخد الدرس التاني وهو انظمة التشغيل والبرمجيات. نظام التشغيل اللي هو او اس اللي هو نظام التشغيل ده برنامج بيدير وظائف الكمبيوتر والاجهزة. انا لما بروح اشتري كمبيوتر لازم يكون عليه نظام تشغيل. لان هو بيقوم بتشغيل البرامج وبيسمح كمان ليا كمستخدم اتواصل مع الكمبيوتر بسهولة. ما هو اه هو اهم برنامج على الكمبيوتر? يبقى اما اجا اقول لك ايه هو برنامج اهم حاجة على الكمبيوتر موجودة? هتقولي الابريتنج سيستم. نظام التشغيل هو من غيره الكمبيوتر بتاع بيبقى حتة حديد كده. ليس له جدوى. يعني عديمك جدوى. تمام? هو كمان بينصك ويدير عملية الاتصال بين اجهزتك وبرامجك. يعني مسلا الطبعة الكاميرا. الحاجات دي كلها هو اللي بيدير عملية ايه الاتصال بيها. آآ وبعد كده بيقوم بالتأكيد كمان من متطلبات كل برنامج. ايه البرنامج اللي بيحتاج ده? محتاج يتحدث آآ ذاكرة التخزين ووحدة معالجة المركزية. ده نظام التشغيل هو بيخلي الكمبيوتر بتاعك يعمل بسلاسة اذا لم تتمكن من ذلك يبقى انت بتاعك بتاعك مش مزبوط. لما باجي اشتري كمبيوتر او جهاز عادة ما يكون مزود بنظام تشغيل. الا لو انت بقى بتجمع جهاز ساعتها انت بقى بتجيب الهارد وتبتدي تحمله نسخة الكمبيوتر نسخة للكمبيوتر لنظام تشغيل. معظم اجهزة الكمبيوتر واجهزة المحمول بتحتمي على نظام تشغيل ويندوز المحمل مسبقا واللي غالبا ما يستخدم فيه المدارس والمؤسسات. تستخدم اجهزة الكمبيوتر ماكنتوش نظام التشغيل ماك اوبريتنج سيستم. ويتعيني عليك ان تدفع لكل نظام من انظمة التشغيل مقابل برامج مختلفة. لما باجي اقول لك ماك اوبريتنج سيستم او اللي هو خاص باجهزة الماكنتوش ده بيبقى مكلف اكتر من الاوبريتنج سيستم العادي بتاع الويندوز مثلا بتاع الموبايل لكن عندي لما باجي اتكلم عن الماكنتوش او الماك اوبريتنج سيستم ده مكلف بشكل عام اكتر من غيره. الهواتف الزكية والاجهزة اللوحية بتستخدم انظمة تشغيل زي الاي او اس والاندرويد. يعني الاي او اس والاندرويد دول اللي ايه يا شباب ليه الهواتف الزكية والاجهزة اللوحية لكن لما بكلمك عن الكمبيوتر الكمبيوتر ليه ويندوز او ماك اللي هو ماك انتوش. تمام? او فيه بقى انظمة تانية مختلفة زي لونيكس وحاجات مختلفة عنه. تغيير اعدادات النظام. يمكنك تغيير اعدادات نظام التشغيل باستخدام عنصر التحكم في اعدادات النظام. انا ما بدخل على لوحة التحكم ببتدي اقدر من خلالها اغير الاعدادات بتاعتي وفق الايه لنظام التشغيل اللي بستخدمه. لما انا بشتغل على ويندوز بطلق على لوحة اسمها لوحة التحكم. لكن لما بشتغل على نظام التشغيل بقى بيركز على اسم ايه مركز التحكم. نظام التشغيل بيحتوي على ايه? بجي اقوله بقول لي تفضيلات النظام. يعني كل هو قصده ان هنا لوحة التحكم او اللي انا بتحكم عنصر التحكم فيه بيختلف من مسمى بتاعه لكن الغرض واحد ان هو يعمل لي عملية ايه اعدادات او تغيير اعدادات بتاعة الجهاز بتاع ايا كده. لما بتكلم عن الويندوز ببقى بسميه لوحة التحكم. الاي او اس بسميه مركز تحكم. الماك بسميه تفضيلات النظام. في معظم اجهزة الكمبيوتر يمكن تحديد موقع لوحة التحكم عن طريق كتابة لوحة التحكم فيه مربع البحثة. انا باجي بوريتك ده عملي. ارجع للعمل فيه الدروس السابقة عندك على المنصة. هتلاقي كل ده واحنا شرحينه عملي. يمكن تعديل جميع اعدادات الاجهزة والبرامج والتكوينات القابلة للتغيير في لوحة التحكم. طبعا انا بقدر اغير الاعدادات بتاعة اللغة اعدادات الحروف الاركام وغيرها. لو حبيت مسلا اعمل اضافة لطبعة. طبعا ده بيبقى من خلال بضيف جهاز جديد او آآ حاجة جديدة من خلال لوحة التحكم. يبتدي الكمبيوتر يبحث عن الطبيعات اللي موجودة او المتوصلة بالجهاز. وبعد كده بيتم اضافتها. وكذلك لو حبيت ازيل التعريف بتاعها بقدر ازيله آآ بنفس الطريقة. يتم تطبيق التغييرات اللي بتجريها في لوحة التحكم على البرامج الموجودة على الكمبيوتر الخاصة بك. هبقى بتبتدي ايه? تلقائيا لوحة التحكم اول ما بدفلها طبعا. بتحدث الجهاز بتاعي او بتحدث لوحة التحكم بشكل آآ تلقائي. لو انت عملت مثلا خط جديد يعني مش انا في خطوط كده بادخل بكتب من خلالها على الورد والاوفيس والكلام ده كله. الخطوط دي لو انا حبيت اعمل عملية داونلود او انزال لخط جديد. لازم احتاج لوحة التحكم عشان ادخل على الخطوط وبعد كده ادخل على مكتبة الخطوط وابتدي ازود او احط الخط الجديد بتاعي. اجي اخده بقى يا اما كابي وبس يا اما سحب واسقاط يعني اخده دراج ودروب كده يعني يعرف ان كده تاخده بالماوس وترميه جوه المجلد. لما باجي بقى بعد كده افتح الميكروسوفت اوفيس بلاقي الخط الجديد متاح وقدر استخدمه. كل وجهة من الابريتنج سيستم ليها تصميم معين. يعني كل وجهة حتى في نسخ الويندوز نفسها تصميمات كل ويندوز سيفن غير تن غير ايت وهكذا. انه في كل مرة بيحاولوا يحسنوا النظرة بتاعة الويندوز. ساعة انا لما باجي اعرف طبعة جديدة بحط السقط بتاعي بيتم تنزيل البرنامج بتاعها كده يجي هو لو انا متوصل بالنتي بتدي يبحث عن برنامج الطبعة ده ويبتدي ينزله بشكل تلقائي. وكمان اقدر اعمل ازالة للبرامج. ازالة البرامج لو انا على جهاز ويندوز عادي هدخل على لوحة التحكم وادخل على البرامج والسمات وابتدي ابحث عن البرنامج اللي انا عايز اعمله ازالة وبضغط عليه وبعمل ايه? ازالة. والاندرويد بفتح بقى التطبيق او الجوجل بلاي ستور وبعد كده بضغط على الايفونة بتاعة الملف وببتدي اعمل لنا عملية ازالة. يعني العملية سهلة جدا وتعالى نحل الدرس التاني بنك الاسئلة وده موجود الرابط عندك في التشات. نظام التسغيل هو برنامج اللي بيدير وظائف الكمبيوتر تمام? نظام التشغيل يكون بتشغيل البرامج ولا يسمح المستخدم تواصل? لا غلط طبعا. انه بيقول لك ولا يسمح. خلي بالنا. يبقى خطأ. يقوم نظام التشغيل بتنصيق الاتصال بين جهازك فعلا والاجهزة التانية. يحافظ نظام التشغيل على تشغيل جهاز الكمبيوتر بسلاسة ولن يعمل البرنامج بدونه طبعا نظام التشغيل مهم جدا من غيره هتبقى يبقى جهاز حتة حديدة ما لهاش اي فايد. لاضافة طبعة الاسلكية جديدة حدد الاجهزة والصوت تمام ويضغط جهاز. لا يتم تطبيق التغيرات التي تجريها في لوحة التحكم تلقائيا. لا طبعا هنا بيتم تلقائيا يبقى خطأ. عند شراء كمبيوتر او جهاز فانه عادة ما يكون مزود بنظام تشغيل تمام محدث مسبقا. تستخدم الهواتف الزكاية والاجهزة اللي لوحة نظام تشغيل واحد. لا طبعا عندنا اتنين والاي او اس والاي والاندرويد. يبقى ده خطأ. هنا بقى تحت بيقول لي ايه انها بتستخدم الاندرويد والاي او اس. ده صح? تحتوي معظم اجهزة الكمبيوتر محمول واجهزة على نظام اندرويد محمل مسبقا. لا طبعا هي ايه ما بتكلم على الاجهزة الكمبيوتر دايما بتاخد الاجهزة العادية ويندوز. يبقى ديه خطأ. يحتوي نزام التشغيل اي او اس على مركز تحكم وهو يحتوي ويحتوي نزام التشغيل ماكرو ماك وبريدنجسزم على تفضلات النزام صح? يمكنك تغيير اعدادات نزام التشغيل باستخدام عنصر التحكم تمام? من الصعب ازالة البرامج? لا مش من الصعب وسهل جدا. يختلف التخطيط والواجهة الرسومية لوحة التحكم في اصدار قوة تمام? بيختلف من اصدار لاصدار. لو كنت بتنزيل خط جديد بتستخدم لازم تستخدم لوحة التحكم صح? لما بوصل طبعة جديدة الويندوز بيحاول ينزل البرنامج الصح طبعا. نقولنا كده ان هو بيحاول ينزل البرنامج الصحيح. دي اجابة صحيحة. لا يمكن تعديل جميع اعدادات الاجهزة والبرامج والتاكونات القابلة للتغير لا طبعا بقدر اعدلها. دي اجابة خاطئة. خلي بالنا من الكلام. تستخدم اجهز كومبيوتر ماكينتوش نظام ماك اوبريتنج سيستيم هو غير مكلف? خلي بالك لأ هو مكلف. يبقى خطأ. يمكنك السحب والاسقاط لملف الخط في مجالة التنزيلات الخاصة مثل مكتبة الخطوط تمام هو ده اللي بنقدر نعمله عشان نستخدم خط جديد. نظام التشغيل هو اهم البرامج الموجودة على جهاز الكمبيوتر وبدونه يمكنك التعامل مع الكمبيوتر. تمام? لا مش تمامه هنا بدونه يمكنك? لا بدونه لا يمكنك. نظام التشغيل سيستيم تمام هو بيعمل كل ده يبقى ايه كلا منه؟ يقوم نظام التشغيل بتنصيك الاتصال بين جهازك وايه والاجهزة والبرمجيات ولا البرمجيات? لا طبعا هو ايه؟ الاجهزة والبرمجيات. نظام التشغيل اهم برنامج موجود على جهاز الكمبيوتر. وبدونه ايه? لا يمكننا التعاون مع الكمبيوتر. نوعات يعمل على اجهزة كمبيوتر ماكنتوش. تمام ماك. برافو عليكم. ماك اوبريتنج سيستيم. تستخدم الهواتف الزكية والاجهزة اللوحية. نظام ايه بقى? برافو اي او اس والاندرويد بقى كل من الف و ب. استخدام انظمة تشغيل مختلفة مثل اي او اس واندرويد على ايه بقى? تمام الهواتف والاجهزة. استخدام انظمة تشغيل مختلفة قلنا على ايه? ان تستخدم انظمة تشغيل مختلفة مثل اي او اس واندرويد. يمكنك نقط ملف الخط هنعمل ايه? سحب واسقاط. تمام? يمكنك العصورة على لوحة التحكم في معظم اجهزة الكمبيوتر عن طريق كتابة لوحة التحكم فين? في شريط المهام. في مربع البحث تمام? برافو عليكم. انا بكتب في مربع البحث. لازالة التطبيق من جهاز اندرويد افتح ايه? نفتح ايه سوما نضغط على ايبونت الملف الشخصي تأكيد متجر جوجل بلاي. يسمح? ايه اللي بيسمح بتعديل الاعدادات? اكيد لوحة التحكم. ايه اللي بيختلف لوحة التحكم في كل نسخة الويندوز التصميم والواجهة الرسومية? بقى ايه كلا من الف وايه? بعد كده بعمل عملية ارسال هنا بعرض النتيجة. بيبتدي يجيب لي النتيجة اللي انا وصلت لها. تمام? لو انا لقيت فيه خطأ ما جبتش النقاط النهائية بابتدي ايه? ابص على الحلول اللي انا حلتها واشوف ايه الاخطاء وابتدي اعدلها. آآ الدرس التالت وهو كتابة التقارير ومشاركتها. كتابة لو عايز تتفرج على الدرس بطريقة اكثر تفصيلا. هتدخل على الدروس اللي بتسجيل عندك على قناة البس بتاعة وزارة التربية والتعليم. ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي بتستخدمها في كتابة التقارير. احنا بنكتب التقارير على برنامج مايكروسوفت وورد وبعد كده نستخدم خدمات المراسلة عشان نعمله عملية ارسال. لما بكتب التقارير على برنامج مايكروسوفت وورد. مايكروسوفت وورد لا زال لغاية الان اداء اكثر موسوكية عشان اكتب من خلالها التقارير وشاركها وشارك كمان المعلومات. وهو طبعا زي ما احنا تعلمنا فيه ادوات متنوعة فيه اجزاء عملية ممكن ترجع لها في الدروس السابقة. آآ وكنت باختار بين مختلف التصاميم في مايكروسوفت وورد من خلال ان انا بضغط على الليوت او التخطيط وبعمل انسيرت. وابتدي اختار العناصر اللي انا عايز احطها في التصميم بتاعي او اغزي بيها التصميم بتاعي. برنامج الورد برنامج رائع جدا. اقدر من خلاله اطبع النصوص بصيغة غمقه او مائلة. احط عنوين. انشئ جداول. ادرك سور. احط روابط حتى كمان تشعوبية. اعمل حواشي سفلية اللي هي الحاجات التي تحط في اخر الصفحات. كمان عندي ادوات تحرير آآ كمان بتمكنني ان انا اعرف في التقرير دوت فيه اخطاء املاقية نحوية آآ فيه اداة معينة اعين الاول قبل مطبع المستند او احفظه. دي حاجات رائعة من حاجات الورد. عندي زي ما احنا قلنا كمان بعد ما بخلص تقريري على الورد بحتاج لخدمات المراسلة. خدمات المراسلة آآ زي تطبيق الواتساب. بيه طبعا الخدمات دي بتعملي تبادل لافكار وبتشارك المعلومات. ممكن استخدمها في مشروع جماعي ان انا اعمل تقرير وابتدي ارسله من خلال الواتساب. كمان اقدر ابعت رسالة نصية وصور وكمان صوت وفيديو. لاي حد داخل المحادسة اللي انا بتحدث معها من خلال خدمات المراسلة. آآ لما باجي اقارن بين خدمات المراسلة ورسالة النصية الكاسيرة. لا. خدمات المراسلة اكثر آآ استخداما او اكثر آآ يعني حتى بحاجة جميلة لو انت متوفر عندك انترنت. لانها فيها مزايا كتير جدا عن الرسالة النصية العادية. وهي ارسال رسالة وتلقيها مجانا لان الخدمة دي بتعتمد على الانترنت. امكانية مراسلة الافراد في جميع ارجاء العالم من دون القلق ازاء التكاليف الاضافية. تشفير الرسالة المرسلة. عشان انت ممكن آآ محدش يشوف الرسالة ويطلع عليها. ممكن استخدمها من اي جهاز اندرويد او ابل او حتى الكمبيوتر دلوقتي ممكن استخدم الواتساب من عليه واتساب ويب. وتعالى نحل الاسئلة. ولازم تعمل تسجيل بالايميل بتاعك. من خلال برنامج ميكروسوفت وورد يمكنك عمل عرض تقديمي. لا طبعا. بكتب التقارير. يستخدم الورد لمشاركة معلومات. تمام. الاختيار من بين مختلف التصاميم ميكروسوفت وورد انقر على قائمة ملف. لا طبعا بضغط على اي انسيرت او ادراج. نستخدم برنامج وورد لكتابة التقارير. تمام. برنامج وورد يتضمن ادوات تنصيب تطيخ للمستخدم تبعط النصوص بصيغة غمئة ومائلة. تمام. تستخدم خدمات المراسلة لتبادل الافكار ومشاركة المعلومات. تمام. لا يمكن استخدام خدمات المراسلة للتعاون مع زملائك على مشروع جماعي. لا طبعا. يمكنك تضمين شخص واحد في الدردشة او عدة اشخاص صح? سوى انت بتكلمه اتنين او اكتر. يتم استخدام علامة التبويب مرجعة. لادراج السور والاشكال في برنامج وورد. لا طبعا انا بستخدم ايه انسيرت عشان ادري ادريج السور. يمكنك تغيير نوع الخط في وورد. طبعا انا بقدر اغير الخطوط. يستخدم واتساب لارسال واستقبال الرسائل. صح? يمكن استخدام خدمات المراسلة على اي جهاز اندرويد او ابل من دون كيود. تمام. تطيخ خدمات المراسلة ارسال النصوص والصور فقط. لا طبعا في فيديو كمان اقدر ارسله من خلالها. من مميزات واتساب تشفير رسالة المرسلة بحيث لا يمكن سوى المستلم كرات الرسالة. جميل طبعا صح? ارسال الرسال من الواتساب وتفعيلها مجانا لان هذه الخدمة فعلا صح بتعتمد على الانترنت. ادوات التحرير في الورد تسمح بالتحقق من التقارير مجازة فعلا وخالية من الاخطاء الامة الملائية. دي حاجة جميلة في الورد. آآ نوقة لا تزال اداة الانشاء الاكثر موصوقية لاستخدامها في كتابة التقارير. طبعا الورد هي اللي بتكتب فيها التقارير وما زال موصوق فيها. برنامج وورد بيعمل مشاركة المعلومات وكتاب التقارير. يبقى ايه كلا من الف وي بي. نقطة لعرض مستند قبل حفظه او طبعته. بعرض عن طريق ايه? برافو عليكم. ادوات المعين. الاختيار بين التصميمات المختلفة في وورد يتم النقر فوق ايه? التخطيط وايه? بعد كده اعمل ايه? برافو عليكم. تمام ادراج علامات التبويه. في برنامج الورد يمكنك تغيير تنسيق الخط ادراج اشكال ادراج علامات طبعا كلهم. تستخدم نقطة لتبادل افكار ومشاركة المعلومات. اللي بستخدمه خدمات المراسلة ولا برامج العروض ولا التقارير ولا كلهم خدمات طبعا المراسلة. خدمات المراسلة متوافقة على اندرويد ولا ابل ولا كل من الفو بيه طبعا كلهم. يمكن استخدام خدمات المراسلة مثل تطبيق نقطة لتوصيل افكار ومشاركة المعلومات. احنا اللي خدناه هنا ايه? واتساب. باستخدام خدمات المراسلة يمكنك تضمين ايه بقى? طبعا كلهم. واعمل عملية الارسال. وابتدي اعرض النتيجة بتاعتي. وشوف انا خدت سكور كام. ولو في حاجة خطأ ابتدي راجع وشوف انت اخطأت في ايه. ونيجي ليه الدرس الرابع وهو انشاء العروض التقديمية. ويمكنك استخدام البرامج المكتبية وانشاء عروض تقديمية للتعبير عن ارائك وافكارك. طبعا دي العروض التقديمية شيء جميل جدا ان انا اقدر اعرض الافكار بتاعتي والاراق بتاعتي من خلال انا اعمل جميل كده وابعته الاصدقائي او اعرضه قدام المدرس بتاعي في مدرستي. اه استخدم كمان التصميم او ما باستخدم فيه تصميمات رائعة جوة فيه. دي بتزيد العرض او العرض التقديمي بتاعي. اه بيبقى مشوق وجذاب. اه في بعض بقى الادوات اللي بنشئ بيها العرض التقديمي وخصائصها جميلة جدا تعالى نشوفها مع بعض. لما بتكلم عن ميكروسوفت باور بوينت بيتضمن ادوات رسم. عندي كمان ادوات كتابة لسياغة النصوص. آآ عندي كمان خيارات الحركة اللي بتسمح آآ ان انا اعمل حركة جميلة جدا. زي ما احنا تعلمنا راجع الاجزاء العملية دي عندك آآ على الدروس اللي فاتت. احنا عاملين فيه اجزاء عملية رائعة جدا. راجعها وادخل على الدروس. تعلم كمبيوتر عشان تبقى في التكنولوجيا آآ عندك خطوات معينة تؤهلك للنجاح في حياتك كمان العملية مستقبلا بازن الله. آآ كمان ميكروسوفت باور بوينت فيه ادوات سهلة بتساعد على انشاء مواد مرقية جزابة بتشد انتباه المشاهدين من خلال توظيف الادوات دي. كمان تقدر انت توصل فكرتك بفاعلية. وعندنا ادوات انشاء العرض التقديمي. وزي ما احنا آآ عارفين ان الادوات دي مهمة جدا في انشاء العرض التقديمي. وتعلمناها جزء جزء في الدروس السابقة. قلنا ازاي احفظ الملف لعرض بعد ما خلصه. عشان لو حبيت اطبعه او حبيت ارسله بنفس التنصيق بتاعه. اقدر اعمل تحرير في وضع المراجعة. وانا بعمل الباور بوينت. اقدر اختار تصميم وحجم الشريحة. واختار الحجم العادي او عريضة او بالطول او بالعرض. كمان آآ اقدر استخدم السمات والمتغيرات اللي انا بحط فيها النمط العرض بتاعي. كمان اقدر استخدم قائمة الرائعة اللي هي قائمة التبويب ادراج. ان انا احط مربعات نصوص آآ احط اشياء آآ رسومية. احط سمارت ارت. احط كليب ارت. احط سور. احط فيديو. احط صوت. ودايما عندنا قاعدة لقاعدة عشر عشرين تلاتين. ولما بنتكلم عن الخطوط لازم الخط بتاعنا ما يقلش عن تلاتين. انه لو قال عن تلاتين لما تيجي تعرض العرض الفور بوينت في الناس. طبعا تفروض بتعرضه على شاشات. ما حدش هيعرف يقرأ الخط ده. طبعا عندنا الشرايح ما تزيدش عن عشر شرايح. طبعا ده يعني اقل حاجة. وآآ عشرين دقيقة دوة العرض التقديمي بتاعك. المفروض ان هو لو انا بعمل ما يزيدش عن عشرين دقيقة. آآ كمان بستخدم سمارت ارت زي ما احنا قولنا عشان احط فيها حاجات زي خطوات. وبستخدم قائمة ادراج عشان نحط الصور. وآآ طبعا لو انا بتكلم عن قائمة ملف او طباعة. بستخدم الطباعة برضو في الملف. وتعلمنا ده كله كمان بطريقة عملية. ارجع للدروس السابقة وانت هتلاقي ده كله موجود. وتعالى بقى نحل الاسئلة بتاعة الدرس الرابع. بقى ممكن الاسئلة انا سايبه عندك على كل الروابط من محور الثالث والرابع. لا يمكن استخدام وورد وتعبير عن اراك وافكارك. طبعا لا تخلط. يمكنك استخدام البرامج المكتبية وانشاء عروض تقديمية للتعبير عن اراك. تمام? استخدم التصميم المناسب او استخدام تصميم يزيد العرض التشوق. ممكن استخدم ميكروسوفت وورد فقط. لا طبعا ما استخدم حاجات الباوربوينت. اضافة الحركة. تمام? يوفر باوربوينت خيارات لاختيار حجم الشرائط بما في ذلك الحجم القياسي فقط? لا طبعا. وبستخدم حاجات تانية. باوربوينت بيتضمن ادوات رسمي مكتابة الانشاء النص تمام? يتيح خيار في باوربوينت حفز العرض التقديمي كملف طبعا. في باوربوينت يمكنك مشاهدة او معاينة نهائية للنشرة الاعلانية الخاصة بك ونقرأ على اطباعه. تمام? لا يتيح برنامج يخلي بالك من الكراءة لا يتيح. تخصيص حجم الشريحة لأ طبعا هو يتيح باجابة خاطئة. يتيح لك باوربوينت تخصيص حجم الشريحة الخاصة بك. صح? توفر علامات التبويض تصميم في باوربوينت ادوات انشاء لاختيار نمط العرض التقديمي. صح? يسمح لك برنامج باوربوينت باضافة صور للعرض التقديمي. ولكن لا يمكن تحملها من عن الانترنت غلط طبعا. يمكنك اجراء تغييرات على العرض التقديمي الخاص بك في وضع المراجعة طبعا. آآ اللي بعدها يسمح لك برنامج باوربوينت باضافة صور للعرض التقديمي طبعا ده شيء من مميزاته. يمكن استخدام نقطة التعبيري انا ارارك وافكارك. يبقى ايه برامج المكتبية والعرض التقديمي. مثال على اداة انشاء العروض التقديمية ميكروسوفت باوربوينت. استخدام نقطة يزيد العروض التقديمية تشوقا وجاذبية. ميكروسوفت باوربوينت. يمكن استخدام خيارات الرسوم فيه. اضافة حركة للجمل. تغيير خلفيات الشرائط. لأ طبعا اضافة حركة الى الجمل. الغرض من نقطة في باوربوينت الحفاظ على تنسيك الملف قبل اتباعه. طبعا هنا ايه? بتكلم عن ايه? هنا. تمام? برافو عليكم. بتكلم عن حفظ العرض التقديمي كملف بي دي اف. يتيح لك برنامج باوربوينت. تغيير حجم الشريحة. تخصيص حجم الشريحة. حفظ العرض التقديمي ولا كلهم طبعا كلهم. نقطة هي من علامات تبويف وباوربوينت. تسمح باختيار حجم الشريحة الخاصة بك. طبعا تمام ادراج علامة تبويف التصميم. تساعدك ادوات الانشاء مثل السمات والمتغيرات على اختيار نقطة العرضك التقديمي. باختار ايه? برافو عليكم التصميم ووضع النص. نقطة هو الوضع اللي بيمكنك من خلاله مراجعة العرض التقديمي. وضع المراجعة. اكبر من نقطة وحجم النص اللي نوصي به وفقا لقاعدة عشر عشرين تلاتين. يبقى اكبر من تلاتين. خلي بالك لازم اكبر من تلاتين. نقطة في ادات انشاء في باوربوينت. يمكن استخدامها لكتابة رسالتك. مربع الكتابة. نقطة علامة تبويب يمكن استخدامها لاضافة صور العرضك التقديمي. ادراج علامة التبويب. يجب الا يجوز عرض باوربوينت التقديمي في بناء على ايه? ايوة عشر شرائح. يمكنك اجراء تغييرات على العرض التقديمي في وضع المراجعة. وبعمل عملية الارسال. وبعرض النتيجة. النتيجة لقيتها تمام. اوكي. ما لقيتهاش تمام. ابتدي انزل بي الكرسون بتاعي لتحت كده. شريط التمرير. وابتدي اشوف اخطأت في ايه? واتعلم من الخطأ بتاعي. وتعالى ناخد الدرس الخامس بتاعنا وهو انشاء قاعدة البيانات. قاعدة البيانات. يعني ايه قاعدة البيانات? احنا اتكلمنا قبل كده ومكتوب بقى موجودة عندك بالتفصيل الدرس الخامس. واخدنا كمان اجزاء عملية جميلة رائعة. انها بتخزن قواعد البيانات. كمية كبيرة جدا من المعلومات. دي مكان او ملف كده. بحط فيه بيانات كتيرة. بخزنها. عشان بعد كده اخدها اعمل لها عملية تحليل. اغيرها. اعرف البيانات عن المستخدمين. زي بالزبط ما بيعملونا بقوائم المدرسة على برنامج الاكسل. المدرس بيدخل بيبقى معك كشوف بتاعيتها يقدر يعدروا على يرجعوا يتبقوها تاني. دي اسمها قاعدة بيانات بتجمع مجموعة من البيانات يا شباب. ايه البرنامج اللي انا ممكن استخدمه الانشاء قاعدة البيانات? برنامج مايكروسوفت اكسل. طبعا فيه برامج تانية بتعمل انشاء لقواعد بيانات. لكن انا احنا هنا هندرس السنة دي برنامج مايكروسوفت اكسل عشان انشئ قاعدة بيانات من خلاله. لكن هل فيه برامج تانية بتنشئ قاعدة بيانات اه في برامج تانية زي اوريكل اه في برامج زي سيكوال دي بتنشئ قاعد بيانات في اكسز تمام لكن احنا بندرس السنة دي بندرس ميكروسوفت اكسل لما بنشئ قاعدة بيانات في اكسل عشان اضيف ارقام واسماء الطلبة وتواريخهم ببتدي طبعا ايه هنا هنا في خطوات موجودة عندك في الكتاب عايز تشوف ده عملي ارجع ليه الدرس الخامس في الشرحات اللي موجودة بتسجلها على المنصة طبعا احنا بنعمل نقرأ على الخلايا طبعا بحدد الخلايا اللي هكتب فيها وابتدي بقى ادخل الرقم التعريف واسم الفصل واسم التلميز عشان يبقى بالشكل اللي احنا شايفين وده كده دخلت البيانات بتاعتي دي اسمها طالما انا حطيت في الملف مجموعة من البيانات تبقى قاعدة بيانات قاعدة بيانات دي قادر استخدمها ارجع لها اعدل فيها اضيف ليها. طيب لو حبيت اضيف عمود لو انا جيت هنا حبيت اضيف عمود بين الاي والبي بابتدي اضغط هنا هنا بيقول لي باضغط على الكليك يمين هنا كده في دي وابتدي اقول له ايه او اضيف عمود بالنسبة لي في المكان ده. باجي هنا بقف بين العمودين وابتدي اضغط كليك يمين واقول له انسيرت ابتدي يضيف لي عمود. عند كتابة الاركام زي التاريخ الاكسل بيحاول ينصقهم تلقاء. يعني انا مثلا لو حبيت اكتب تاريخ بكتب مثلا تمنتاشر واعمل باكسلاش تسعة وبعدين باكسلاش تمانية وتسعين. هو على طول بيعرف ان ده تاريخ ويبتدي ينصقه حسب تنسيق الملف الموجود عنه. او فيه تنسيقات كمان مختلفة رائعة جدا في الاكسل. طبعا ممكن تغيير التنسيق بتاعت من خلال الفورمات بتاعت التغيير. وده احنا شفناه عملي وراجع العملي معك. طيب فيه ادوات بقى رائعة جدا ولازم نستخدمها. خلي بالك الاكسل برنامج رائع جدا وفيش مجال عملي هتشتغل فيه بعد ما تتخرج بإذن الله مش هتحتاج فيه برنامج الاكسل. لازم تحتاج برنامج الاكسل. وانت عندك وزارة التربية والتعليم بتدوه لك مجانا فانت حاول تستغل ده تستثمره في انك انت تتعلم برنامج الاكسل واحنا نمديل لك كمان حاجات بشكل عملي وحاول تجربها على جهاز الكمبيوتر بتاعك في البيت او في المدرسة. ادوات بتاعت الاكسل الفرز انتقل الى شريط الادوات واختار البيانات ثم فرز. باجي هنا بختار داتا وبختار سورت. تمام? وببتدي اعمل عملية الفرز. كيفية استخدام ادوات اكسل الشقيعة? طبعا الجمع والضرب والاسمة دي من الحاجات المهمة جدا في البرنامج بتاع الاكسل ان هو معروف ان هو بيعمل عمليات حسابية. فالمفروض ان انا هنا كده ببتدي اعمل عملية جمع. هنا المفروض ان انا ممكن اعملها بالطول او بالعرض او حط كمان في خلية مختلفة. يعني اجمع تلات خلايا في خلية مختلفة جدا. طبعا هنا بستخدم العملية الجمع لعلامة بتاعتنا المعروفة الجمع الطرح المعروفة. الضرب بقى هي اللي بتختلف عن الضرب في الحساب عندك او في الماس عندك. ان انا بخدها من على رقم تمانية من الكيبورد. الشفت مع التمانية. او من على لو عندك الكيبورد اللي هي فيها الارقام موجودة عليها. دي علامة او علامة الضرب. في علامة بسلاش بقى اللي هي علامة الاسمة ديت. طبعا الحاجات طبعا دي مختلفة ودي مختلفة عن العملية الحسابية العادية. طبعا انا هدار كمان استخدم صيخ كتيرة جدا في الارقام. طبعا انا لو حبيت اجمع لازم عشان اجمع خلايا. اي حاجة اكتب فيها كلمة يساوي كده الكمبيوتر او البرنامج هيعرف ان انا هكتب آآ عملية عملية جمع ومن غير دي مش اقدر انشئ عملية عملية حسابية داخل برنامج الاكسل. كده يبقى خلصنا الدرس بتاعنا. تعالى ناخد على الدرس الخامس. هنا تخزين كواعد البيانات. تمام? برنامج اكسل بيعتبر نظام الادارة كواعد البيانات. تمام? لا يمكن استخدام كواعد البيانات لجمع معلومات عن الاشخاص. لا طبعا هو يمكن يبقى خطأ. يمكن استخدام برنامج اكسل لفرز البيانات دون الحاجة لاستخدام الصياغ. تمام? يمكن استخدام كواعد البيانات لجمع المعلومات عن الاماكن او الاشياء. تمام? لضبط تنسيق الارقام يجب اعادة كتابة كفة الارقام. لا طبعا انا بنساقت الكائي او يدوي. تمام? لاضافة اعمدة معلومات. اضافية لقاعدة البيانات. بندوس ايوة برافو. تمام? عند ادخال التواريخ برنامج اكسل لفر البرنامج اي خيارات تنسيق تلقائية. طبعا خطأ. هنا مفروض بيوفر. لاجب ان تبدأ كل صيغة بعلامة يساوي. لا هي لازم. تبدأ فعلا. يمكن استخدام كواعد البيانات من قبل الشركات لتتبع معلومات الموظف. تمام? لانشاء صيغة عليك اولا كتابة زائد. لا طبعا بكتب يساوي. الفطأ. مفروض ان انا بكتب عملية يساوي. يجب ادارة جميع البيانات بما يتوافق مع قوانين حماية البيانات المصرية. طبعا مفروض بديل بياناتي. لعمل فرز البيانات انتقل الى شريط الادوات واختار البيانات ثم فرز. تمام? يتيح اكسل تعمل مع الاركام باضافة الصيغ. تمام? يمكنك تحليل البيانات الموجودة في قاعدة البيانات او تغييرها. يدوين او تلقائيا دي ما بختار رقم جيم. هو برنامج يمكن استخدامه لانشاء قواعد البيانات. ميكروسوفت اكسل. يمكن استخدام قواعد البيانات لجمع المعلومات عن اشخاص واماكن واشيائي بقى كلهم. لاضافة اعمدة معلومات اضافية لقاعدة بيانات انكر بزر الفارة فوق. احنا بننكر على ايه? برافو عليكو على الجزء العلوي. يمكن للمدارس استخدام قاعدة بيانات امنة. عشان تعمل ايه? برافو عليكو تخزي معلومات الطلاب. اول حاجة بعملها بكتب العناوين واسماء الحكول دي الخطوة الايه? برافو عليكو دي الخطوة الاولى. يمكنك اضافة اعمدة اضافية لقاعدة البيانات عن طريق نقط ايه? اعلى العمود وتحديد ادراج عمود. بنكر على ايه? برافو عليكو على اليمين ولا على اليسار? بنكر على يمين العمود? او كليك يمين? او هنا بعمل ايه? برافو عليكو بنكر على يمين العمود. هي الادوات اللي بيمكن استخدامها لمعالجة البيانات في برنامج اكسل? فارز ولا اضافة ولا طرح ولا كل منهم? طبعا كلهم. من خلال اضافة السيغ يتيح لك برنامج اكسل التعامل مع الارقام الموجودة فين? اكيد في قاعدة البيانات. نقط يستخدم الرمز لقسمة الارقام في سيغ اكسل. قسمة طبعا يا علامة الاسلاش. ينشأ سيغ عليك اولا كتابة نقط في الخلية. عشان الاكسل يعرف انك في كتاب صيغة طبعا يساوي. لترتيب البيانات. بنستخدم ايه? برافو عليكو بستخدم فارزة عشان نرتب البيانات. وبعمل عملية ارسال وزي ما قلت لك لو لقيت بعد ما طارد النتيجة انك مش جايبت درجة النائية يبتدي ايه? انزل شوف الاجابة الخطأ اللي انت جودتها واعدل. وتعالى نشوف الدرس السادس وهو ابتكار مشاريع رقمية. برنامج الباوربوينت ادمه فيه ده لانشاء العروض التقديمية بهدف مشاركة المعلومات مع الاخرين. آآ برنامج الباوربوينت بيخليني اقدر اشارك المعلومات. مش نصوص بس. ده انا كمان بحط فيديو. آآ بحط صوت. بحط رسوم متحركة. رسوم بيانية. طبعا ده بيخلي الشكل بيبقى اكتر جاذبية للناس اللي بتتفرج على البريزنتيشن بتاعك آآ على اساس كده. الباوربوينت كمان بيساعد على فهم المادة المعروضة افضل من النصوص. يعني لو عامل مسلا رسالة رسالة او بحث معين. آآ وعايز اخص البحث ده في بريزنتيشن. طبعا بيبقى افيد ان انت قبل ما الشخص يقرى البحث كله. انك بتدي له مختصر عن البحث وانت عامل النقاط بتاعتك ايه? فده بيساعد على ان هو يفهم المادة المعروضة افضل من النصوص العادية. كمان عندي حاجة اسمها فروت شارتس او المخططات السيابية. ممكن اضيف مخطط انسيابي. آآ دي بتحط مجموعة من الخطوط او مجموعة من الاشكال بتبتدي انا آآ بتديني شكل كده جميل للمشروع بتاعي او للعرض التقديمي بتاعي. طبعا عشان احط مخطط انسيابي في برنامج الباور بوين. بضغط على ايه بقى? بضغط على ادراج اللي هو انسيرت من آآ وبعدين بضغط على ده بيحط رسم. آآ بضغط ده ده مسال للمخططات الانسيابية. تمام? بختار القيمة اللي موجودة الاشكال وبعد نختار الشكل بتاعي اللي انا عايزه واقول موافق وابتدي ينزلي وابتدي اضيف النصوص. طبعا احنا هنا الحاجات دي قلناهلك بشكل عملي وورناهلك عملي في الدرس ارجع للدرس لو عايز تشوف الجزء ده بطريقة عملية. كمان اقدر زي ما احنا تعلمنا اغير الالوان عشان اخطط المخطط الانسيابي بتاعي يبدو جميل ويبقى مناسب مع الوان العرض. احدد الشريحة اللي انا عايزة اغير عليها اللون وبعدين اضغط على تصميم السمارت ارت وبعدين انقر على تغيير الالوان وبعدين ابتدي اغير اللون النمط اللي انا عايزه وابتدي اضغط كليك. لما بتعتل العرض التقديمي لما بتبتدي تعرضه اتحدث دايما بالوضوح وبط وبطريقة تظهر ثقتك بنفسك اثناء تقديم العرض. لازم اعمل مقدمة مقدمة للعرض بتاعي عشان خاطر اعرف الناس اللي هتتفرج على العرض ده وبيتكلم عن ايه. دايما حاول تتدرب على العرض بتاعك مسبقة. يعني عشان ما تضطرش تقرأ باستمرار. يعني يعني المفروض انك انت تتكلم شوية تقرأ شوية ما يبقاش كل كل الكلام كله ان انا اعمال اقرى موجودة وخلاص. احرص على ان تشير الى مختلف اقصى مخططك الانسيابي اه اللي بتحط المعلومات اللي بتدرجها فيه. انك بتقول ان المخطط ده بيشير الى كذا او تحط له عنوان وتحط شرح ليه. وتعالى نحل بنك الاسئلة على الدرس السادس. برنامج الباور بوينت ادام مفيدة لانشاء العروض التقديمية. تمام. برنامج باور بوينت مخصص محتوى النصي فقط. لأ طبعا هو في فيديو بحق اصوات. الاعتماد فقط على النص في العرض التقديمي. يمكن ان يكون اكثر جاذبية. لأ طبعا مش النص بس. انا المفروض باعتمد على حاجات تانية. يساعد باور بوينت على فهم المادة المعروضة افضل من نصوص العادية تمام. يمكن ان تضمن باور بوينت رسوم متحركة ونصوص. طبعا ممكن ان هو بيتضمن النصوص والرسوم المتحركة. تعتبر العناصر المرئية غير مفيدة في عرض باور بوينت التقديمي. العناصر المرئية غير مفيدة. لأ طبعا هي مفيدة جدا في العرض التقديمي. دايما نقرأ السؤال كويس. ما تتصرعش. يتضمن ادراج مخاطط انسياب كتابة وصف تمام. احرص على ان تشير الى مختلف اقسام مخاطط الانسيابي في مطارد المعلومات اللي تدرجها فيه صح? لا يؤدي تغيير الوان المخاطط التحسين المظهر. لا طبعا غلط. يعتبر انشاء مشروع رقمي. اه طريقة لمشاركة المعلومات مع الاخرين طبعا. التحدث بوضوح وازهار الثقة بالنفس عامل فعال. تمام? يقدم سمارت ارتكاري مخصصة فعلا. اه يمكن يتضمن الباور بوينت اه صور وفيديو رسوم وتحركة شدة فيديو طبعا كلهم. تعتبر العناصر المرئية اكثر فائدة في العرض التقديمي من اكيد النصوص. ان لو عايز النصوص بس اكيد بنجأ ليه الورد. لا تعتبر نقاط مرئيات في عرض الباور بوينت. النصة ولا الفيديو ولا الموسيقى. طبعا الموسيقى دي مش مرئيات. يتم استخدام المخطط الانسيابي في عرض الباور بوينت من اجل بقى ايه? تمام? عرض سلسلة من الخطوات. يمكن اضافة مخطط انسيابي كاداء اخرى في العرض التقديمي من خلال ادراك. نقاط يتم استخدام سمارت جرافيك سمارت ارت جرافيك في برنامج بوينت عشان يعمل ايه بقى? انشاء مخططات انسيابي. دائما تأكد من انك على الشريحة المحددة من خلال النقر على ايه? اكيد لازم انقر على ايه? تمام? على الشريحة المطلوب العمل عليها. يتيح لك سمارت ارتك امكانية ايه في برنامج ادراك ايه? تمام برافو عليكم تغيير الالوان او اموات الرسومات الموجودة في الاسمارت ارتك. احدث نقاط اثناء عرضك التقديمي اكيد بكل دول. تغيير نقاط يجعل مخطط انسيابي اكثر جاذبية من ناحية المرأيه في برنامج بور بوينت. ما بغير ايه? يبقى ما بغير الالوان اكيد. آآ بعمل هنا عملية ارسال وببتدي اعرض النتيجة. زي ما قلت لك لو النتيجة مش يعني في اخطاء بتدي انزل تحت وشوف اخطاء في ايه? وبكده يا شباب يبقى خلصنا المحور الرابع بتاعنا المراجعة بتاعتنا. عندك آآ انا حطيت لك في تشات المراجعة بتاعة المحور التالت وكمان المحور الرابع على اساس انك انت يبقى معاك المنهج كله وبنك الاسئلة كله. زاكر لو انت كنت مذاكر طول السنة ومتابعنا. حلت الاسئلة دي بانت كده تمام في المادة من ناحية العلمية ان شاء الله. من ناحية المهارية ارجع لي الحاجات الموجودة فيها الاجزاء العملية. وابتدي ركز فيه المهارات عشان تبقى آآ اكثر آآ يعني افادة في المجال التكنولوجي انت استفدتها في هذا العام الدراسي. ويا رب دايما بالتفوق والنجاح الدائم ليكم مع تمنياته وتمنيات الادارة العامة للمجتوى التعليمي. وشكرا شكرا من شكل جزير للقائمين على البس والتعب اللي تعبوا معنا خلال السنة دي. واشوفكم السنة الجاية يا رب على خير. وكان معاكم الدكتورة حنان عبدالقادر. وشكرا لكل من قام بالمراجعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.